البولي إيثيلين بل مرة الإيثيلين يتكون البولي إيثيلين عن طريق بلمرة غاز الإيثيلين ويسمى أيضا غاز الإيثيلين غاز الإيثيلين ينتمي إلى الألكينات ومكون من ذرتين كربون مرتبطة برابطتين تساهمية وترتبط كل ذرة كربون بذرتين أكسوجين لكي تصبح الصيغة البنائية لجزيء الإيثيلين C2H4 ولكي تحدث عملية البلمرة يجب أولا أن تكسر الرابطة الثنائية بين ذرتين الكربون وذلك برفع درجة الحرارة حتى 200 درجة مئوية وضغط عال جدا يصل إلى 2000 ضغط جوي وعندها تبدأ الجزيئات المتقاربة من الارتباط مع بعضها البعض عن طريق تكوين روابط تساهمية بين ضرات الكربون وتتكرر هذه العملية لتكوين جذيئات جديدة طويلة السلسلة الكربونية الوحدة المتكررة في الجزء تسمى منمر وهي جزيء الإيثيلين لكتابة معادلة التفاعل نبدأ من جزء الإيثيلين كمتفاعل ثم نعيد كتابته كناتج بعد كسر الرابطة الثنائية ورسم روابط تساهمية جديدة على ذرات الكربون ثم نضع الجزيئة بين قوسين لتوضيح أن هذا الجزيئ هو الوحدة المتكررة للبوليمر وعدد تكرار هذه الوحدة يرمز له بالرمز إن ويكتب خارج القوس تسمى هذه الطريقة لتحضير البوليئيثيلين بطريقة الإضافة حيث يتم إضافة الوحدات المتكررة مع بعضها البعض بدون تكوين نواتج ثانوية للتفاعل تغير طول الجزيئ يعني تغير طول السلسلة البوليميرية ينعكس على الخواص الطبيعية للناتج مثلا إذا كان طول الجزيئ حوالي 20 ألف وحدة سمي الناتج بوليئيثيلين قليل الكثافة وهو يستخدم في صناعة الأكياس البيلاستيكية بينما إذا زاد طول السلسلة البوليميرية عن 200 ألف وحدة سمي الناتج بوليئيثيلين عالي الكثافة ويستخدم في الصناعات البلاستيكية مثل زجاجات والمواسير البلاستيكية والأدوات البلاستيكية مثل الكراسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر